عقد الحوار الاقتصادي جلسته المتخصصة الأولى لليوم الرابع والأخير تحت عنوان الحماية الاجتماعية وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب نقشت الجلسة الوضع الراهن لبرامج الحماية الاجتماعية والتطورات الجديدة بها والخدمات المقدمة لتحسين حياة المواطن وسياسات العمل في ملف الأجور والمعاشات فضلا عن مناقشة أوضاع الهمالة غير منتظمة والتأمين الاجتماعي تعدف الجلسة إلى الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع والتعامل معها بشكل إيجابي مع التحديات والتدعيات والأثار السلبية لهذه الأزمات